يبدو أن العراق ينتظر أياما عصيبة بعد تصاعد حدة التحذيرات من مخاطر السلالة الجديدة لفيروس كورونا المعلن عنها مؤخرا من عدة دول بينها بريطانيا والتي اتخذت على إثرها معظم دول العالم إجراءات وقائية فورية مثل الإغلاق التام وإيقاف السفر أما في بغداد وأخواتها المحافظات وفي ظل العجز الحكومي وبوجود مسؤولين لا يملكون من أمرهم شيئا باعتراف أغلبهم اكتفت وزارة الصحة بالدعوة إلى توخي الحذر من انتشار الوباء الجديد في البلاد الإعلان الدولي الجديد عن تطور فيروس كورونا قوبل بتساؤلات عدة حول الكيفية التي ستتعامل معها وزارة الصحة في العراق والجهات المعنية في ظل تداعيات الأزمة الصحية التي فضحت بدورها الفشل الحكومي في التعامل مع الوباء منذ تسجيل أول إصابة التطورات الأخيرة بشأن فيروس كورونا سبقها إعلان حكومي بالتعاقد مع شركة فيزر الأمريكية لشراء مليون ونصف المليون جرعة لقاح فقط وحجزها ثمانية ملايين جرعة لقاح أخرى من شركة أسترازينيكا وفقا للسفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي في حين أن عدد السكان الفعلي يناهز أربعين مليون نسمة وفقا لإحصاءات وزارة التخطيط في العراق ليثير ذلك تساؤلا آخر بشأن المستفيدين من عدد اللقاحات المحدود لسيما بعد أن كشفت لجنة الصحة النيابية في وقت سابق عن ضغوط مارستها الحكومة بهدف استيراد اللقاح الأمريكي الذي يحتاج في الأساس إلى درجات حرارة تصل إلى سبعين درجة مئوية تحت الصفر في بلد يعاني أساسا من ترد الكهرباء وافتقاره للبنى التحتية اللازمة لتخزين اللقاح المعرض للتلف السريع وكنتيجة للفشل الحكومي في مواجهة أزمة جائحة كورونا وما وصل إليه حال القطاع الصحي أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن الحكومة في بغداد لم تخصص المبالغ المالية الكافية لقطاع الصحة أو رعاية الأفراد منذ أكثر من عشر سنوات شكرا